موسيقى ستنسوي تكة لحم ذائبة وطعم خرافي ونسوي تكة مات كبد كذلك نكهة ممتازة سنقوم بشكل مربعات استخدام تحبط الظهر حاولوا تجعلون القطعة متوسطة بالنسبة للكبد استخدامت كبد خروف سننشيل هذا الغشاء لانه هذا يسوي مطة مزعجة بالتكة فتخلصوا منه ثم سنقطع الكبد بشكل مربعات كذلك سنقوم بخاشوك كبيرة من اللبن الزوادي سنقوم بخاشوك كبيرة من معجون الفلفل وملح سنقوم بخاشوك ثلاثة ونصف ساعة ونأخذ معلومة هنا يسأل لماذا تطفنا الخاثر فالخاثر سيطر اللحم كميائيا الخاثر يحتوي على حمض اللاكتيت هذا الحمض القابلي على تكسير الروابط بين البروتين والكولاجين بالتالي سيصبح فجوات وفراغات وهذه الفراغات ستمتلي بالعصارة والسوائل يعني تخيل لو قطعة اللحم سيصبح مثل اسفنجا لها القابلة على امتصاص الماء من قطعة اللحم سنفقد كثير من العصارة ستبقى محتفظة كمية كبيرة من السوائل ستبقى محافظة على طراوتها وليونته هذا بشكل موجز طبعا بعض الدراسات تقول اكو بعض التأثيرات اللخ كيمياء اخرى لكن هذا بشكل سريع شكال نقدر نخلي اللحم بالخاثر اكو دراسات تقول اربع ساعات واكو دراسات تقول اثناعش ساعة يعني هذا شيء يختلف من باحث لباحث بس جربه بالأربع ساعات ممتاز جدا جدا ممكن تضيفون مع الخاثر يعني مثل انا اضفت ماجون فلفل ممكن نعناع ممكن ليمون ممكن اي شيء يضيفون مع جربوها وشوفوا النكاة بالعودة للتكمال سنخليها على النار طبعا هناك جزء احنا ممتبلي بدون اي شيء يعني سنخليها على النار كذلك الكابت نفس الشيء بعد ما نخليها على النار سنخلي عليها ملح وفلفل اسود فقط سنبقى مقلب واهم شغلة تكون النار بشكل متساوي متوزعة بصورة متساوية قبل ما تبدي هذا الموسيقى بالعزف بعدين كاسة صغيرة سنخلي بها خاشوكتين من دبس الرمان خاشوكة صغيرة من الزيت ونبرش عليها نصف ليمونة القشور فقط طبعا بعدين سنبدي ندهم بها الكبد قبل ما يستوي بشوية سندهنه عدة مرات حتى ياخذ نكهة وطعم خرافي وهذه مثل ما تشوفون النتيجة أعتقد اللمعة بالكبد شوان واضحة أما العصارة باللحم فخرافية جربوها وعليكم بالعافية ان شاء الله يا رب طبعا هذه الدبانة عرضية غلسوا عليها يعني شكرا شكرا شكرا